مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب من هو يسوع المسيح؟ للإجابة على هذا السؤال المهم توجد عدة مدارس وعدة توجهات المدرسة الأولى تنادي بأن المسيح لم يكن أبدا إله بل هو كان مجرد معلم إنسان عادي عاش في اليهودية عاش في الجليل معلم يهودي لكنه مع مرور الوقت صار يسوع إلها يعبد وهذا التغير قد صنعه أدباع المسيح فهم الذين حولوا الإنسان يسوع إلى إله أما من يدرس الكتاب المقدس ويعرف كلمة الله جيدا فهو يؤمن جيدا أن يسوع المسيح هو الله المتجسد الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا الذي أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب أن الطعن في لهوت المسيح ليس بالأمر الجديد فمنذ أن كان يسوع على هذه الأرض شك كثيرون في طبيعته وطعن كثيرون في لهوته ومع بداية الكنيسة أيضا كان هناك من ينادي بأن يسوع المسيح ليس إلا مجرد إنسان لكن هذه الأصوات في هذه الأيام تزداد ومع ازدياد أيضا هذه الأصوات بيحصل نوع من البلبلة عند كثيرين وأنا اليوم أريد أن أتحدث مع حضرتكم بعنوان كيف صار المسيح إلهنا تقول لي لا 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 العنوان ده غلط أنا عارف أن العنوان ده غلط بالنسبة لي وبالنسبة لك العنوان غلط لكن بالنسبة للآخرين للبعض الآخر العنوان ده وانصح وأنا حابب أتناقش معهم في هذا الأمر كيف صار المسيح إلهنا الرد على الإدعاء بأن لهوت المسيح ليس إلا مجرد وه طبعا للدارسين والعارفين أن هذا الموضوع له مئات الكتب وبل آلاف الكتب التي تتحدث عن لهوت المسيح وتناقش لهوت المسيح وتقدم البرهين البرهين الكتابية والتاريخية واللهوتية التي تؤكد أن يسوع المسيح هو كلمة الله المتجسد لكن بالنسبة للبعض أن المسيح هو مجرد إنسان عاش على هذه الأرض ومات أو صعد لكنه لم يكن أبدا إله كيف صار المسيح إله هذا العنوان زي ما قلت مأخوذ من كتاب معروف جدا في الغرب وهو كتاب لكاتب مشهور محبب جدا عند الإخوة المسلمين وعند أيضا الملحدين أو اللا أدريين عنوان الكتاب How Jesus Became God كيف صار يسوع إله والسبتايتل بتاعه ده إزاي اتمجد المعلم اليهودي الذي عاش في الجليل ده لبارت إيرمان بارت إيرمان له كتب كثيرة ومعروف جدا في العالم الغربي وكل النقاد يعرفوه كويس هذا الكتاب صار زي ما بقول نواة لكثيرين وصار فكر بارت إيرمان هو الذي يرددونه دون فهم هما يريدهم زي بارت إيرمان فهمين وعرفين ودرسين ومستوعبين الفكرة وضدها لكن لمجرد أنه واحد يدعي أنه أخذ كرس عند بارت إيرمان أو درس المادة دي مع بارت إيرمان وعلى فكرة الكرس ده موجود على ايفن امازون برايم لو انت لك اكسس تقدر تاخد الكرس دوا وتقدر تسمعه بتاع بارت إيرمان فالمعلومات متوفرة لكن واحد ياخذ المعلومات دي ويقتنع بها مية في المية وينادي بها من قلبه دون أن يدرك أن هناك ردود بل مئات الردود على كتابات بارت إيرمان ويقدم ويعمل فيديو زي مثلاً آدم المصري أنا ما كنتش حابة أتكلم عنه كتير لأنه أنا مش عايزة تديله الكريديت أنا عايزة تناقش مع بارت أكتر مش مع آدم المصري هو مجرد ريكوردر لآدم لبارت إيرمان فبياخذ الفكرة من بارت إيرمان ويروح يقولها ويقدمها دون أن يكون له المعرفة والدراية حتى الدراسة بتاعة بارت إيرمان فينادي بأن إنه ما نؤمن به نحن كمسيحيين ما هو إلا مجرد وهم وأن الإيمان بلهوت المسيح هو وهم وهو يعني بيقدم الفكرة دي كأنه مثلا يعني المسيحيين دول شوية أغبياء بقى لهم ألفين سنة وإيمانهم ليس له أي أساس وأنه هو جاي يقومهم ويصحيهم من الوهم اللي هم عايشين فيه ناخد الفيديو رقم واحد وعندين هرجع أكمل مع حضراتكم أسبا أو أسطورة بتتردد في كل كنيسة وكل مجتمع مسيحي هي ما قولت إن إيماننا إيمان رسولي وأن كل ما نعرفه عن المسيح ولاهوته جاء إلينا بتسليم الرسل وتلاميذ المسيح لو فاكر إن الإيمان المسيحي اللي أنت عليه النهاردة سواء كنت أرثودوكسي أو كاتوليكي بروتستانتي إنجيلي أكبر وهم أنت عايشه وبتنادي بيه للناس إن إيمانك ده هو إيمان الرسل وتلاميذ المسيح كلام ده مش صح إطلاقا وأكبر دليل على الموضوع ده هو قضية ألوهية المسيح ده وهم اللي أنت مقتنع به ده وهم وده أنت ما عندكش أي أساس ليه وهو بقى جاي مجرد خد كورس أونلاين مع بارت إيرمن فواخد المادة بتاعت بارت إيرمن وجاي يكبها في الفيديو كويس ويقنع الناس إنه ما نؤمن به ما هو إلا مجرد وهم أنا عندي سؤال بسيط الناس دي بتجيب الثقة اللي عندها دي منين يعني إيه كمية الثقة اللي موجودة واللي بيتكلم بيها دي جابها منين جابها من بعض المحاضرات اللي حضرها جابها من دراسة تاريخ تطور العقيدة المسيحية جابها من خلال دراسات عن لهوت المسيح جابها من خلال سنين أضاها في البحث في البحث عن لهوت المسيح وبكل اللغات وبدراستيكتر مؤدس بلغاته الأصلية لا 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 هو جابها منين جابها من مجرد فيديو فرج عليه محاضرة سمعها وبستغرب إنه الناس دي بيبقى اللي بيقولوا مبني على على راملة ملوش أي أساس ونتكلم عنه لكن بيكلم بثقة وكأنه المعلم الذي تنتظره البشرية هو المعلم الذي تنتظره البشرية كويس خلينا نبدأ معاك بارت إيرمان طبعا كتب الكتاب ده وأنه كتاب ده مش جديد كتاب بتاع بارت إيرمان كيف صار يسوع إله ده مش جديد كتاب ده أفكاره موجودة 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 من سنين كثيرة جدا كويس وأي شخص الكتاب ده أفكاره موجودة عند المسلمين وأفكاره موجودة عند غير المسلمين من الذين أيضا يعتبروا نقاد للإيمان المسيحي موجود بارت إيرمان لكن كمان فيه كتاب آخر وهو كتاب اتكتب للرد على بارت إيرمان كتاب كتبه مايكل بيرد وكتبه جريج إيفنز واشترك فيه كثيرون من علماء العهد الجديد كتاب ريسبونت تو بارت إيرمان الكتاب ده الكتاب ده عنوانه إيه اللي هو الرد على بارت إيرمان الرد على بارت إيرمان عنوانه كيف صار الله يسوع نحن لا نؤمن أن يسوع صار إلها لكن نؤمن أن الله صار إنسانا الكلمة صار جسدا وحل بيننا ده إيمانا وده اللي هنحاول نتكلم عنه النهاردة في الرد على ادعاءات بارت إيرمان ومن يؤمنون بأفكار بارت إيرمان طيب أنا عندي مداخلة كده جات في بداية البرنامج اسمحوا لي أخذها وأكمل مع حضراتكم ألو الأخ أحمد ألو أيوة أخ أحمد ألو أيوة معاك تفضل وقت تليفيزيون شوية عشان نادر أسمعك حاضر اسمعني أستاذ أيوة سمعك تفضل ألو معاك معاك تفضل أنا سمعك ألو أستاذ أسمعك شرياء أنا سمعك أخ أحمد أيوة طيب خلاص ممكن تحاولي تصال بينتين كيف صار الله إنسانا كيف صار كلمة الله الأزلي إنسان دائما وده اللي نتكلم عنه النهاردة فمقابل كتاب بارت إيرمان يريد اللي بياخد أفكار بارت إيرمان وينادي بيها يقرأ كمان الكتب التي كتبت للرد على بارت إيرمان وهي كتب كثيرة أنا جبت بس كتاب واحد منها لكن هناك كتب كثيرة لمايكل بيرد لبارت إيرمان لجريك إيفنز لكثيرين من اللهوتيين المعروفين في عصرنا الحالي لكن اللي نأجي إلى نقطة مهم عنوان بارت إيرمان طبعاً بيفترض الآتي كيف صار يسوع إلهاً بيفترض الآتي بيفترض أن يسوع المسيح ليس إلا مجرد معلم يهودي من الجليل ده بس كل اللي نعرفه عن يسوع هو أنه معلم يهودي من الجليل لم يكن هو الله لم يكن هو الله ولقب ابن الله ليس بالجديد يعني أنتم هتعملون نزيطها على كل لقب ابن الله لما يذكر وابن الله لا يشير إلى المجرد الألهية تم هناك كثيرون أيضاً لقبوا بأبناء الأليحة فكثيرون لقبوا بهذا اللقب من بعد ونكلم عن الجزء ده ونكلم عن الأسماء اللي ذكرت بالتفصيل أنا يمكن الحلقة دي مش هتكفي إن أنا أخد كل الأفكار فأنا هعمل الحلقة دي والحلقة اللي بعدها ولو ربا أيضاً أطال فأمرين ناخد أكتر من حلقة نتكلم عن نفس الموضوع وعن كل النقط اللي طرحها بارت إرمن واللي رددها الكثيرون وراه بايز يسوع المسيح صار ابن الله بالقيامة من الأموات بقولك إنه آه يسوع كان إنسان بس لما قام من بين الأموات نقطة التحول كانت القيامة فالله تبناه وهنا بتأتي بدعة التبني أو اللي بنسميها كريستوليجي لهوت التبني أو لهوت المسيح المبني على نظرية إن الله تبنى هو كان إنسان كويس بس ربنا رفعه وبالقيامة صار ابن الله المسيح صار إلها بقران من مجمع نقية ويه كلام كثير بقى يعني من الإخوة المسلمين اللي بيرددوا هذا الأمر وغيرهم من اللي بيرددوا إن المسيح صار إلها بقرار من مجمع نقية طيب بيبدأ بارت إرمن عشان أوضح أفكار بارت إرمن بيبدأ بالحديث عن مجمع نقية وبيقولنا إنه في مجمع نقية كان هناك سرعة ما بين أريوس وأتباعه وفكره اللي هو الأريوسية وما بين أيضا الأسكندرية وأسكندروس والأسقفة الذين كانوا في الأسكندرية أريوس معروف لنا كلنا ويمكن أرينا عنه أو سمعنا عنه فهو ليس بالغريب فأريوس يعتبر كاهن كان من ليبيا ودرس في مصر وعاش في الإسكندرية وكان فصيح ومتكلم لكن أريوس بدأ ينادي بأن الآب هو فقط الله والمسيح ليس من نفس طبيعة الآب هو كائن مخلوق لكنه ليس من نفس طبيعة الآب هو أقل من الآب هو مخلوق والله أعطاله إنه أيضا يقوم بعمل الخليقة فهو سابق الوجود لكنه ليس أزلي الوجود كويس وهنا كان الصراع مع فكر أريوس والفكر اللي كان موجود وهو أن المسيح هو الله المتجسد وأن المسيح هو من نفس طبيعة الله وإنه إذا أللنا من قيمة المسيح وصار المسيح أقل من الله نحن لا نطعن فقط في شخص المسيح لكن أيضا نحن نطعن في خلاص المسيح لأن خلاص المسيح للعالم كان يحتم أن يكون المخلص من نفس طبيعة وجوهر الآب طبعا الصراع مع أريوس وأفكاره كان كبير جدا وحصل أكتر من نقاش مع أريوس وكان أريوس لأتباع وكان أيضا أسقفة الإسكندرية لهم رأي آخر لكن هي الفكرة اللي هكلم عنها بعد كده أنه البعض مثلا زي آدم المصري بيحاول يعني بيحاول يقول لك أنه مجمع نقية كان أساسا مجتمع للحوار دول جايين لعبوا شطرنج مع بعض دول مجموعة يا جماعة ما كانش أبدا عندهم أي نوع من الصراع وكانش الاحتداد بينهم بهذا الشكل دول مجموعة جاية للحوار وللنقاش وفي الآخر هيصوتوا على الرأي اللي هيسود وهو هيكون رأي كنيسة مجتمعة والرأي الآخر هيطلعوا برا ففي الفيديو رقم اتنين بيحاول أنه يحسسك أنه مجمع نقية ده يعني كان مجرد مجمع مجتمعين كده علشان يلعبوا دور شطرنج مع بعض وياكلوا ويشربوا ويقضوا وقت جميل وبعدين ياخدوا القرار نسمع الفيديو رقم اتنين وهرجع أكمل مع حضراتكم مهمة أوي أنك تفهم كويس أن مجمع نقية ما تعاملش للقضاء مهمة أوي أنك تفهم هو هو السقة دي اللي عنده رهيبة رهيبة يعني كمل فهمنا بقى مهمة أوي أنك تفهم كويس أن مجمع نقية ما تعاملش للقضاء على بدعة أريوس لأنها لم تكن مصنفة على أنها بدعة بعد إنما تم إنعقاد جبتها منين دي جبتها أنها لم تكن مصنفة كبدعة عند مين عند الأغلبية وعند الإمبراطور آه عند اللي برة اسكندرية لا آه لكنها نشوف أنها كانت مصنفة كبدعة كم إنما تم إنعقاد مجمع نقية للحوار والنقاش حول الفكر اللي طرحوا أريوس وتوحيد المسيحيين على فكر واحد الموضوع بسيط يا جماعة هو زي بارت إيرمان بارت إيرمان بنادي بأن الفكرة اللي كانت سائدة والفكرة الأورتدوكسية اللي كانت سائدة عند الأغلبية العظمى هي فكرة أريوس لكن الفريق الآخر الأقل هو الانتصر وصارت فكرته هي هي العامة طبعا هذا الكلام ليس تاريخيا غير صحيح وأيضا من خلال كاتبات أباء الكنيسة غير صحية هذا الصراع اللي بيقولك إنه هما كانوا راحين للحوار والنقاش والعابة دور شطرانج مع بعض كويس مجمع أساسا مجمع أساقفة الأسكندرية سنة 318 انعقد لمناقشة بدعة أريوس وحكم على أريوس بالهرتقة وجرده من ردبة الكهنوت ده قبل مجمع النقية ب7 سنين يعني الاحتداد كان على أشده في الأسكندرية بالأخص كمركز لهوتي كبير وبعد لما المجمع مجمع الأساقفة الأسكندرية حكم على أريوس وجرده من ردبة الكهنوت أريوس عمل أريوس هرب إلى صديق يوسابيوس اللي كان أسكف في قيصرية وقاعد عند يوسابيوس ومع يوسابيوس بدأ يبعث رسائل الأساقف الأخرى ومن هنا خرج الاحتداد من أن يكون مكانه الأسكندرية إلى أنه يبقى في أماكن أخرى والإمبراطور خوفا على عدم الاستقرار في الإمبراطورية وأن يكون في الإمبراطورية نوع من السلام وحس بي خطر هذا الاحتداد الكبير كويس لما استقوى زي ما قلت أريوس بدأ يبعث رسائل الأمبراطور شعر بحدة الخلاف اللهوتي وأدرك إمكانية أن يؤدي هذا الخلاف إلى نتائج خطيرة على السلام في الإمبراطورية عمل أي أو الحاج للإمبراطور أرسل الإمبراطور أسكف كورتوبا إلى الأسكندرية حاملا خطابا إلى رؤساء النزاع إلا أن هذه المحاولة فشلت في احتواء الأمر وكان لابد ولا مفر ولا حل إلا في أن يجتمع كل الأسقفة عشان يلعبوا شترنج مع بعض ويحلوا القضية البسيطة دي الخلاف كان على شدته وأول ما اتقارت تعليم أريوس ما حضيرش هذا المجمع لكن أول ما اتقارت تعليم أريوس الأسقفة اللي ما كانوش عارفين عن تعليم أريوس كلهم حصل بينهم نوع من أعلوا صوتهم ورفضوا هذا الأمر إلى أن تدخل الإمبراطور حتى أن الجموع تسكت ويسمعوا بقية الكلام فكان الخلاف خلاف جوهري والخلاف على عقيدة أساسية طيب انعقد مجمع نقية سنة 325 بعد ما قرر مجمع أسقفة الإسكندرية تجريد أريوس من ردبة الكهنوت كويس بسبع سنين وحكموا على أريوس وعلى تعليمه بالهرتقة ومع آخرين كانوا مؤيدين له واتحط قانون الإيمان قانون الإيمان اللي بيقول هذه الكلمات نؤمن بإله واحد الآب الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور المنبثق المولود من الآب الكلمة التي خرجت من فم الله عقل الله إله من إله نور من نور إله حق من إله حق دا كان مجمع نقية وهنا مجمع نقية مش حدد لنا الإيمان المسيحي لمجمع نقية عمل إيه أكد لنا الإيمان المسيحي عشان ما حدش بعد كده ينادي بتعليم مخالفة مجمع نقية لم يخترع لهوت المسيح مجمع نقية أكد لهوت المسيح اللي كان موجود لكن بالنسبة لبارت إيرمان وبالنسبة أيضا لآدم المصري لا 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 دا مجمع نقية هو الذي حدد لنا إطار لهوت المسيح وجعل من المسيح إلى ناخد فيديو رقم 3 دا مجمع دا مجمع المسيح تار مجمع مجمع نقية لم لم يخترع لهوت المسيح مجمع نقية أكد لهوت المسيح اللي كان موجود زي ما يكون عندك أسرة واحد من أولادك المعروف مفهوم الأسرة هو ارتباط بين رجل وامرأة وجي ابنك بعد زيطة اللي احنا بنسمعها الأيام دي وشاهد أفلام ديزني وشاهد المثلية الجنسية وقالك بابا الأسرة بتتكون من رجل ومن راجل لا لا بتيجي تقوله لا 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 مفهوم الأسرة هو كذا ممكن تحط دا على ورق مفهوم الأسرة هو ارتباط ما بين رجل وامرأة إنك تحطه على الورق ليس معناها إنه مش كانش موجود مش معناها ما كانش موجود مش معناها إن انت اخترعته طيب النقطة بقى اللي بيلعب عليها بارت إرمان ودي النقطة الأساسية اللي هتكلم عنها النهاردة وهاخده النقطة اللي جاية ما تخافوش كل النقطة هنتكلم عليها وهنقشها النقطة اللي بيلعب عليها بارت إرمان إنه يسوع المسيح الذي هو في مجمع نقية أو صيغ لهوته في مجمع نقية إله حق من إله حق نور من نور كويس هذا المفهوم ما كانش مفهوم الكنيسة الأولى وما كانش مفهوم الإنجيل الأول الذي كتب فهناك فجوة في من هو يسوع بين مجمع نقية اللي جيت سنة 325 وما بين إنجيل مرقص إنجيل مرقص اللي تكتب كأول إنجيل اللي في الستنات مثلا كويس في يسوع هنا غير يسوع اللي هنا يسوع اللي في مجمع نقية غير يسوع اللي في إنجيل مرقص ويسوع في إنجيل مرقص مجرد إنسان عادي وأنتكلم عن النقطة دي بس خلويني أخذ مداخلة أخونا أحمد اللي بيحاول يكلمنا وأرجع أكمل مع حضرتكم ألو ألو كيف حال أستاذ أهلا وسهلا نور أهلا وسهلا بيك ليه أستاذ عاوز أسألك سؤال فقط اتفضل العقيدة التأتليت عند المسيحيين يعني منطقيا ولا تدخل إلى الرأس يعني كيف تفهموها أنتم حاضر أشكرك أشكرك على سؤالك أولا نحن لا نؤمن بثلاثة أليها لا نؤمن بأنه وجود ثلاثة أليها فهذا ضد الإيمان المسيحي الإيمان المسيحي مبني على حقيقة واحدة وهي أن الرب إلهنا رب واحد لكن الله بذاته يطلق عليه الأب الله بكلمته يطلق عليه الروح الله بروحه يطلق عليه الروح القدس فهو شخص واحد شخص واحد لكن له ذات وله كلمة وله روح وهذا هو الإيمان المسيحي يعني هل يحتاج يعني الرب أنه ينزل في صورة إنسان مش يعني يفدي الخلق زي ما يعني في العقيدة المسيحية يعني ما هذه لم أفهمها أوكي حاض أنا هنشرح هنشرح دي لحضرتك سواء النهاردة في الجزء بتاعنا ده أتمنى أنك تتابعوا معنا وفي فيديوهات كثيرة لعبر الكتاب عن لماذا تجسد المسيح ولماذا أتى يسوع المسيح ممكن حضرتك تتابعها هتلاقي على اليوتيوب كل الحلقات موجودة وكل الأسئلة اللي أنت ممكن بتدور على إيجابتها هتلاقيها أيضا موجودة بس عشان ما خرجش برة هذه النقطة المهمة أشكرك على اتصالك أولا أخونا أحمد ونحب أن أنت تعيد اتصالك بينا تاني طيب الفكرة اللي عايز وصلها بارت إرمان واللي بيوصلها آدم اقتباسا من بارت إرمان أنه يسوع المسيح في مجمع نقية إله ونحق من إله ونحق نور من نور بس سوع المسيح في إنجيل موركس كأول إنجيل كتب يعني بحسب المدارس الحديثة ليس بحسب تاريخ الكنيسة لكن بحسب المدارس الحديثة هو أول إنجيل كتب إنجيل موركس بنجده إنسان عادي بنجد حتى الناس متلخبطة فيه بنجد حتى الأقرب الناس لي مش عارفين من هو نشوف آدم بيحط كلام بارت إرمان وبيقوله بأنهي طريق نسمع الفيديو الأخير أو رقم أربعة سوريا إيه هو الفكر المطروح بشكل عام في إنجيل موركس حول ألوهية المسيح موركس بيبتدي بأول آية فيه بيطلق على المسيح لفظ ابن الله وعلى مدار إنجيله لطالما ذكر موركس المسيح بلفظ ابن الله لكن الشيء المهم جدا ولا يمكن إغفاله وإنت بتقرأ إنجيل موركس الحقيقة إن في سرد إنجيل موركس إن لا التلاميذ ولا أقاربه ولا حتى أمه عارفين هو مين ولكن لا أحد يعي ولا أحد يفهم أي شيء في حد ذاته قفزة رهيبة جدا من الفكر اللي كان بيتناقش في مجمع نقية حول بدعة أريس وطبيعة لهوت المسيح خبت بالكو إنه لا أحد يعلم من هو يسوع لا أمه ولا أقاربه ولا حتى تلاميذه يعرفه من هو يسوع وإنه يسوع اللي بنقرأ عنه في قانون الإيمان يختلف عن يسوع اللي سجله لنا إنجيل موركس ولي سجله لنا البشير موركس وأنا حبيت أحط اللي تقال ده قدام حضراتكم بهذه الصورة بيعتقد بارت إيرمان أنه يوجد فرق كبير بين المسيح في إقرار الإيمان النقوي والمسيح في إنجيل موركس فالمسيح في إقرار الإيمان النقوي هو إله حق من إله حق مساوي للآف الجوهر أما المسيح في إنجيل موركس معدش يعرف من هو لا تلاميذه ولا أمه ولا أقرباءه ولا اليهود ما حدش يعرفه من هو ما حدش يعرف من هو يسوع ده الكلام اللي تقال هل ده فعلا حق هل الكلام دوا حقيقي هل فعلا اللي يقرأ إنجيل موركس يطلع بيه انتباع إنه ما يعرفش مين هو المسيح وما يعرفش حاجة عن لهوت المسيح وإن موركس لم يتناول لهوت المسيح بأي صورة من الصور هل ده كلام ده حقيقي ده بقى بقية الحلقة اللي أنا هرد عليه النهاردة النقطة المهمة اللي هرد عليها النهاردة وهكمل ردي على النقطة التانية في الحلقات اللي جاية طيب لهوت المسيح في إنجيل موركس هتقول لي ده لسه بيقول إنه إنجيل موركس مفوش لهوت المسيح مش إله في إنجيل موركس هل إنجيل موركس بيقدم لنا المسيح وبيتكلم عن لهوته وبيورينا أيضا لهوته كويس لهوت المسيح في إنجيل موركس عشان أبقى مع حضرتكم من الأول موضوع الأساسي لإنجيل موركس هو المسيح المتألم موركس بيقدم المسيح المتألم المسيح يسوع المسيح هو المسيح لي لأنه صلب وتألم من أجلنا أن المسيح جاء لكي يقدم نفسه فدية عن كثيرين ده الموضوع الأساسي بتاع إنجيل مرؤس لكن هل حقا لا أحد يعرف في إنجيل مرؤس من هو يسوع المسيح طبعا المعترض زي آدم وغيره متخيلين الآتي متخيلين عشان تثبت لهوت المسيح عشان المسيح يكون اتكلم عن لهوته إنه كان لازم يمشي في الشوارع وصباح الخير يا آدم المصري أنا الله اعبدني صباح الخير وليام بارت إرمان أنا الله اعبدني ولازم يمشي في الشارع ينادي بإنه هو الله المتجسد لو معملش كده ما يبقاش هو الله ده ده التخيل عنده طبعا ده تخيل مريد ولو عمل المسيح كده ما يبقاش إله لكن هل فعلا هل فعلا لا أحد يعرف من هو يسوع في إنجيل مرؤس بيقولك محدش بيعرف لم يعرفت ولا أخواته عارفه ولا أقرباءه عارفه ولا التلاميذ عارفين مين هو بجد مش ده يمكن لأنه قلوبهم كانت غليظة مش ده يمكن لأنه أمسكت عيونهم من عن أن يعرفوا في البداية طيب ماذا عن إعلانه في أول الإنجيل يقول كده بد إنجيل يسوع المسيح ابن الله هو بيقصد بيها ابن الله إيه هو طبعا يتكلم عن النقطة دي بس بعدين هل فعلا يسوع في إنجيل مرؤس محدش يعرف من هو وإنه عبارة ابن الله لا تعني أبدا إنه الله المتجسد طيب ماذا عن الأرواح الشريرة في أول أصحاح من إنجيل مرؤس الأرواح الشريرة عرفت مين هو يسوع الأرواح الشريرة عرفت أيضا إيه هي إرسالية يسوع يقول كده في أصحاح واحد وفي عدد أربعة دلاتة وعشرين وكان في مجمعهم رجل به روح ناجس فصرخ قائلا آه ما لنا ولك يا يسوع النصري أتيت لتهلكنا أنا أعرف من أنت قدوس الله إيه ده؟ إيه ده؟ ده طلع واحد هو بيعرف مين هو المسيح ده طلعت الأرواح الشريرة حتى عرف مين هو يسوع وعرف إنه جاء ولماذا جاء ويعرف عنه الحق ما لنا ولك يا يسوع النصري أتيت لتهلكنا أنا أعرف من أنت قدوس الله إزاي عرفت الأرواح الشريرة يسوع يمكن عندهم معرفة أكتر من البشر يمكن كمية إدراكهم أكتر من البشر يمكن عندهم تويتر خاص بالأرواح الشريرة متوصل في الهواء كيف عرفت النوجاء اللي يهلكها ألايف هذا تصريحا مباشرا أيضا بلهوت المسيح في أول أصحاح من إنجيل موروس لكن طبعا لحضراتكم أنتم لا ترون هذا عارفين ليه لأنك أنتم مبرمج على نقطة هي اللي عايز تقدمها أنت لست بباحث ولا بتفتش عن الحق طيب ده أول ذكر ليسوع المسيح والإرساليته ولماذا جاء الأرواح الشريرة عارفت مين هو يسوع كمان أصحاح اتنين اليهود كمان سألوا سؤال مهم فأصحاح اتنين بنجد يسوع موجود في مكان والبيت اللي كان موجود يسوع فيه اتملأ من الناس للدرجة أنه محدش قادر يدخل البيت وكل الذين كانوا مرضى وسقماء وعندهم أمراض أتوا بيهم إلى يسوع كان فيه واحد مشلول ما بيتحركش أصحابه أشفقوا عليه فشلوا أربعة على الشيالة بتاعته وجابوه حاول يدخلوا من الباب ما عرفوش طلعوا فوق في السقف فوق وفتحوا كوة في السقف ونزلوا قدام يسوع حيث كان يسوع جوالبيت يقول لنا الكتاب فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوق يا بني مغفورة لك خطياك جزء اللي جاي مهم جدا وكان قوم من الكتب هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف إيه ده لأنه نسب ما لله له شكده بيقوله من يقدر أن يخفر خطايا إلا الله وحده يعني يعني الناس دي سمعت يسوع بيقول حاجة ما ينفعش يقولها الناس دي سمعت إعلان من يسوع ما ينفعش يقوله إلا شخص الله فقاله هو ليه بيتكلم هذا بتجديف اعتبروا كلامه عن إنه يبني مغفورة لخطياك هو مجرد تجديف لكن أليس هذا برهان من فم يسوع يؤكد طبيعته في إنجيل مرؤس أليس هذا برهان من فم يسوع يؤكد لنا أنه هو الكلمة المتجسد لا لا بس إنت حضرتك متخلصش كده لا لا إنت تعديها زي بارت إيرمن يجي عند النص ده وعشان يهرب من النقطة دي يقولك إيه لا 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 ده إعلان يسوع هنا يبني مغفورة لخطياك هو إعلان كهنوتي يعني إيه يعني زي ما الواحد الخاطب يروح للكاهن في الهيكل ويقدم زبيحة والكهن يقول له يا ابني خلاص إنت قدمت الزبيحة روح بيتك مغفورة لخطياك بس بارت إيرمن أوقات بتخفى عليه حاجات كتير جدا أن يسوع المسيح لم يكن لاوي ولم يكن من الكهنوت ده من صبت يهوزة وأنه ما ينفعش أنه هو يقوم بهذا العمل حتى من الناحية الكهنوتية كابن داود لكن هنا يسوع أكلم بسلطان أعظم مش بس يسوع قال لهذا الإنسان مغفورة لا خطياك لكن يسوع كمان فشعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا يعني عارف الغيب عارف اللي تقال في قلوبهم من قبل ما ينطأوا به فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم أيما أيسر أن يقال المفلوج مغفورة لا خطياك أم أن يقال كم وأحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يخفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول كم وأحمل سريرك وأذهب إلى بيتك عشان تتأكدوا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يخفر الخطايا البرهان على غفران الخطية المعجزة اللي حصلت أنه قام وحمل سريره ومشي على رجليه اللي كانت مشلولة يسوع هنا بيؤكد لهوته ومينين زي ما شفنا في أصحاح واحد شوف أيضا في أصحاح اتنين من إنجيل موروس طيب إنجيل موروس قال محدش يعرف عن يسوع حاجة وهو أساسا ما عرفش عن نفسه حاجة طيب نيجي بقى لنقطة مهمة جدا يفهمها كل يهودي وياريت حضرتك قبل ما تتكلم تقرأ شوية عن اليهود وعن العهد الأديم مجيء المسيح هو نفسه مجيء الرب يهوى إله إسرائيل ده موروس اللي قاله كده ده موروس ولوءه ومتى أكده نفس الحقيقة هتقول إزاي أوكي إنجيل موروس بيبدأ بإعلان حقيقة أنه هذا الإنجيل هو إنجيل يسوع المسيح ابن الله وبعدين بيتكلم عن المعمودية بتاعته عن إرسليته كويس فبيقول إيه كما هو مكتوب في الأنبياء كما هو مكتوب في الأنبياء شعياء ملاخي كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي يعني لما يأتي الرب لو رجعنا إلى النصوص دي في أشعياء أربعين وإلى آخره هنجد أنه هنا الحديث عن الله مجيء يهوى لشعبه قبل مجيء يهوى لشعبه هيرسل الرب ملاكه مش لازم الملاك ده يكون ملاك روحي لكن هيرسل مرسل لأنه كلمة ملاك معناها ماسنجر يرسل ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك يبقى قبل مجيء الرب إلى أورشاليم كويس الرب هيرسل ملاكه ليهيئ الطريق وعش كده يقول صوت صارخ في البرية أعدوا طريق رب يبقى مين اللي جاي مين اللي جاي هو الرب ومين اللي مطلوب أنه يهيئ الطريق يحن المعمدان يحن المعمدان يبقى مجيء المسيح رأى يحن المعمدان على أنه مجيء ليهوى أنه يهوى جاي وأنه يهوى أتى عشان كده في مرء استلاء واحد وعدد اثنين وثلاثة بحسب هذه النبوة فأنه قبل مجيء الرب يهوى سوف يأتي من يعيد الطريق ولهذا رأى يحن المعمدان يسوع المسيح على أنه الرب الآتي ده فيين ده هلو ده في انجيل مرء سأصحح واحد في الانجيل اللي انت بتقول ما تكلمش عن لهوت المسيح في الانجيل اللي انت بتنادي أنه يسوع المسيح ليس هو الله المتجسد ولأنه الرب بما أنه يسوع المسيح هو الرب فوجوده كرب سابق لوجود يحن وجود الرب يسوع سابق لوجود يحن عش كده يحن قال العبارة الجميلة دي يأتي بعدي من حيث التاريخية والخدمة هيأتي بعدي رجل صار قدامي حيث المكانة والعظمة هو أعظم مني لأنه كان قبلي اللي يدرس فينا انجيل مرءوس أصحح أصحح اكتشف ان كل أصحح فيه إشارة لهوت المسيح ثم يأتي غير العارفين وبسوق بلغة التكبر ده اللغة دي حتى اللي بيكلم بيها أدام ما بتكلمش بيها بارتي إرمان نفسه وحم وخداع وعايشين في وحم وكل ده النتيجة انه هو بس مخالط خد كورس ده إيه اللي احنا عايشين فيه ده طيب كمل إثبات أيضا لهوت المسيح برهان آخر على أزالية المسيح موجود في مرءوس وبصفة عامة موجود في الأنجيل المتشابهة اللي هي متى ومرءوس ولؤى إعلان يسوع لما بيقول يسوع قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله في مرءوس واحد وعد خمستاش توجد علاقة وطيدة جدا لأي دارس للعهد الأديم وفاهم للعهد الأديم توجد علاقة وطيدة جدا بين يسوع وملكوت الله فملكوت الله قد اقترب مع وجود الملك ملكوت الله قد أتى بمجيء الملك وكأن يسوع بيقول أنا هو الملك اللي بمجيئي قد بدأ ملكوت الله عشان كده في مزمور مزمور ستة وتسعين ومزمور أيضا تمانية وتسعين يقول هذه الكلمات يجزل الحقل وكل ما فيه تترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب لأنه جاء مين اللي جاي ولما يأتي هيأتي لكيمة يقول هنا يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته يبقى مجيء ملكوت الله في الفكر اليهودي هو مجيء يهو نفسه ولما الرب يسوع بدأ بمناداته قد اقترب ملكوت الله وقد جاء ملكوت الله هو إعلان أنه هو الله اللي تكلم عن مجيء في العهد القديم لكن كل ده بتبصه ليه على أنه ملهوش أي ايميل المهم زي ما أنت بتردد كلام بارت ايرمان وخلاص وعلى فكرة هو بيردد كلام بارت ايرمان بالمصطرة يعني هو قيل كده في بداية الفيديو أنه ده مبني على محاضرة لبارت ايرمان بس بقولك حتى محاضرات بارت ايرمان اللي يسمعها أو حتى اللي يقرأ كتبه كويس الراجل ما بيكلمش بنفس الثقة اللي بيكلم بيها واحد ومجرد خد بعض المحاضرات من بارت ايرمان أوكي دليل آخر على استخدام يسوع للقب ابن الإنسان طبعا لقب ابن الإنسان لقب مهم جدا لقب ابن الإنسان هو اللقب المحبب ليسوع المسيح نفسه الرب يسوع استخدم هذا اللقب للإشارة إلى نفسه 79 مرة 79 مرة تلات مرات بس استخدمهم الآخرين استخدموا يعني هذا اللقب آخرين يعني التوتل مجموعة بتاع استخدام اللقب ده في الأنجيل الأربعة 82 مرة لكن 79 مرة الرب يسوع استخدمه كما يشير إلى نفسه طبعا اللقب ده لي إشارات كثيرة وبيغطي بيغطي حياة المسيح كلها على الأرض فهو يعلن لقب ابن الإنسان الله الذي صار إنسان الكلمة المتجسد وبيغطي من أول ما بيغطي بيغطي خدمة الرب يسوع على الأرض في كل المرات اللي الرب يسوع أتكلم فيها على خدمته على الأرض كان بيشير إلى ابن الإنسان ابن الإنسان جاء لكي يخدم لا ليخدم ابن الإنسان جاء لكي يبزل كل الأمور دي وبعدين كمان يشير إلى ابن الإنسان يستخدم في الحديث عن الموت والصلب والفداء إنه ابن الإنسان ينبغي أن يسلم وأن يصلب وأن يموت وفي اليوم الثالث يقوم ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ما قد هلك كل الإشارات عن صلب المسيح كان الرب يسوع يستخدم لقب ابن الإنسان كمان البعد التالت لإستخدام لقب ابن الإنسان هو في مجيء المسيح التاني إنه ابن الإنسان يأتي ويرسل ملائكته اللي يجمعونا من أربع أطراف ابن الإنسان يأتي ويجلس على كرسي مجديه الدينونا المجيء التاني وطبعا غير الفاهم هيقولك ابن الإنسان بيشير إلى الإنسان يسوع المسيح ادرس الأول قبل ما تتكلم ويس من المرات اللي استخدم فيها اللقب يسوع ابن الإنسان كان أثناء محاكمته كان أثناء محاكمته أثناء محاكمته خليني قبل ما أتكلم عن أثناء محاكمته في مرأة سأقولي أنه لقب ابن الإنسان كمان متاخد من رؤية دانيال أصحى سبعة وعدد 13 و14 لم يقول كنت أرى في رؤى الليل وإزمع سحب السماء مثل ابن الإنسان ويكلم عن سلطان سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض ابن الإنسان في هذه النبوة موجود قبل الزمن وسلطانه أبدي وملكوته لا ينقرض هو مين ده مين اللي سلطانه أبدي وملكوته لا ينقرض ابن الإنسان أيضا ارتبط بالسحاب وأي دارس للعهد الأديم مش دارس بس أي آري أمين للعهد الأديم يعلم جيدا أن السحاب ارتبط بالرب يهوى يعلم جيدا أن في كل المرات اللي ذكر فيها السحاب في العهد الأديم كان مرتبط بمجيء الرب نفسه من أول خروج 24 وصفر العدد وملوك الأول ومرقص حتى لما نقرأ أن المسيح صعد في السحاب وسوف يأتي على السحاب هذه الصورة لا يفهمها إلا الآري للعهد الأديم والدارس لكلمة ربنا ويعرف هنا أنها إشارة إلى يهوى نفسه حضور الله في العهد الأديم كان من خلال عمود السحاب طيب إيه بقى علاقة ده كله بلهوة المسيح سؤال رئيس الكهنة أثناء محاكمة الرب يسوع فسألوا رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت أأنت ابن المبارك أنت ابن المبارك فقال يسوع أنا هو مبارك هنا أشار المين أشار ليهوى للرب فقال يسوع أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء ربي يسوع ما كانش بيقول حاجة وخلاص ربي يسوع يعلم كل كلمة كان بيقولها وعش كده زي ما قال قبل كده في أصحاح 2 يبني مغفورة لا خطاياك والناس اعتبرته بيجدف هنا في مرقص 14 وجده أول مرقص وآخر مرقص لهوت المسيح واضح فيه المسيح عندما قال أنا هو وقال ايه كمان مش بس قال أنا هو قال ده أنا كمان يهو اللي انتو هتروه آتيا على سحاب المجد وآتيا بالقوة ده أنا نفس الشخص اللي اتكلم عنه دانيال في أصحاح 7 واش كده لما نقرأ بعد كده رد فعل الكهنة نفهم رئيس الكهنة لا ينبغي أبدا أنه يمزق سيابه ممنوع لكن أنه حس بالتجديف وحس بأد إيه يسوع هذا الذي يحاكم أمامنا يجدف لأنه ساوى نفسه بالله ويجي واحد يقول لك لهوت المسيح مش موجود في إنجيل مرس فمذق الكهنة ثيابه رئيس الكهنة مذق ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود قد سمعتم التجديف ما رأيكم ما رأيكم يا ترى هل هذه براهين لهوت المسيح ولا لا في بداية خدمة المسيح نعم ناس كتيرة سألت السؤال مين ده ده حتى التلميذ سألوا السؤال من هو هذا حتى أن ريح والبحر يتعان تطبيعي لكن لكن هل المسيح كان عارف مين هو I don't care بقى والناس عارفت عنه ولا لا في البداية مش فارق معايا إذا كانت الناس عارفت عنه في البداية ولا لا أنا أفرم معايا هل هو فعلا كان عارف مين هو هل هو كان مدرك أنه كلمة الله المتجسد هل هو كان عارف طبيعة لهوته ولا لا ما هو الكلام اللي قاله في مرقص بيؤكد أنه عارف مين هو ما فيش حد أبدا ينسب ما لله لنفسه إلا إذا كان مختل إلا إذا كان كذاب إلا إذا كان مخادع أو يكون حقيقة لكن مجلش واحد يقول لي آه لهوت المسيح الصورة التي نجد فيها يسوع المسيح كعبد متألم في إنجل مروس لا نجد يسوع ولا أي برهان ليسوع ولا حتى لهوته طيب أعلان آخر لما حد حد من اللاهوتين الكبار أعتقد لاري هارلت هارلت عمل دراسات كتيرة جدا عن I have come I have come قد أتيت وقال إنه العبارة دي اللي اللي بنجدها في الأنجيل وبنجدها في إنجيل مروس تعني إنه الشخص موجود قبل مجيء تعني إنه مجيء ليس هو بدايته لكن تعني إنه موجود قبل مجيء وعش كده لما ندرس العبارات دي لأني لم قاتي لقاده عبرار بل خطات إلى توبة لم قاتي قتيت قتيت منين ما هو لازم يكون موجود في مكان قبل ما يكون بيأتي كويس لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي يأتي لكي يخدم بل لكي يخدم بل يخدم ويبذل نفسه في دي تعني عن الكسرين فقال لهم أنه ينبغي لي أن أبشر المدن أخرى أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت لأن هذا قد أتايت لأن ابن الإنسان قد جاء قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد حلك كل هذه العبرات اللي فيها أنه قد جاء قد جاء بتؤكد لنا أنه كان موجود قبل ما جئه وده اللي بيأكد لنا تحقيق أيضا لأزلية المسيح اللي موجود في ميخة خمسة اثنين وما خارجه منذ الأزل منذ أيام القدم أنا بس كلمة نارض عن نقطة واحدة أنه ما يدعيه المدعي بأن إنجيل مرؤس لا يقدم لنا يسوع في لهوته هو خطأ هو خطأ هو غير حقيقة ولا يمكن أبدا أن من يقول هذه العبارة أن يكون قد درس إنجيل مرؤس وعرف محتواه هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية الردود بتاعتنا لكن إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون مع حضراتكم